يبدو أن شبه جزيرة القرم مشاهدين الآن من أكثر المناطق تحصيناً في المنطقة التي تدور فيها الحرب ذلك أن روسيا بانت تحصينات معقدة بعدما تمكنت من حفر شبه أو شبكة من الخنادق المتطورة تمتد على مسافة أميال في محيط بلدة ميدفيديفكا الصغيرة الواقعة قرب معبر يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لأوكرانيا صحيفة الواشنطن بوست بعدما حصلت على صور التقطتها الأقمار الصناعية تظهر أن روسيا قامت ببناء العشرات الدفاعات المماثلة في القرمة نشرت تقريراً أشارت فيه إلى أن شبكة الخنادق التي أقيمت خلال أسابيع حفرت بزوايا تمنح الجنود مساحة أوسع لإطلاق النار وغير بعيد منها توجد تحصينات أخرى تضم خنادق عميقة مصممة لاحتجاز الدبابات والمركبات الثقيلة مشاهدين وفقاً لإيان ماتفيف وهو محلل عسكري روسي فإن التحصينات الروسية الجديدة في القرم جاءت بعد تعهد القادة الأوكرانيين باستعادة جميع أراضيهم التي كانت قد احتلتها روسيا والجيش الروسي يعي تماماً أنه سيتوجب عليه الدفاع عن الجزيرة في المستقبل القريب سرعة بناء شبكة الخنادق والتحصينات يرجع حسب التقرير إلى استخدام آلات حفر تعود للحقبة السوفياتية وهي آلات معروفة باسم بيتي أم فري حيث أنها تمتلك قدرة خارقة على الحفر تصل إلى نصف ميل في الساعة حتى في الأراضي الجليدية وطبقاً لتقرير عسكري أمريكي نشر عام 1980 فإن آلات الحفر السوفياتية وبإجماع خبراء لا يوجد مثيل لها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وحتى اليابان في الختام ارتأت الصحيفة بأن تحصينات الدفاع الروسية بنيت بسرعة فائقة تحسباً للهجوم الأوكراني المتوقع في فصل الربيع ففي غضون أسابيع قليلة خشية لتطورات الأوضاع ميدانياً شيادت روسيا أميالاً من التحصينات العسكرية قرب فيتينو وهي بلدة صغيرة تقع على الساحل الغربي للجزيرة القرمة رغم استبعاد كل المحللين لإمكانية أن تتعرض البلدة لهجوم برمائي محتمل